صاري حضراتكو فيديو وراي ان الفيديو ده هو خير مثال للغزو الروسي لاوكرانيا يعني ده حضراتكو حتشفوه وفعلا انا اتهزيتا ما شفته النهاردة موجود في كل مكان نشوف الفيديو طيب ناس قالوا لا الفيديو ده مش موجود لا الفيديو ده انا مهمنيش ده الكلام ده يعني انا مش ورا مصدره حصل ولا ما حصل فيه طبعا اكيد اسوأ من كده بكتير انما الطفلة اللي فقدت اباويها وماشية في طبور اللاجئين وبتدور عليه حد انت احساسك الاساسي بلاش انها في الحرب الاوكرانية هي كانت في اي حرب هي كانت في اي شارع انت ما تشوف طفل ماشي على غير هدى وبيعيط وتعبان وبردان حيث تحضنه تعالي يا بنتي مالك ده احنا ده بنعمل ده عادي فين بابا فين ماما حتى لو مالوش دعو بالحرب انزل اقربة تعليقات جرالكو يا جماعة انا بتكلم على العالم العربي جرالكو ايه دي زنبها ايه هي مالها هي مالها اصله لما كان عندنا لاجئين سوريين اما كان عندنا لاجئين عراقيين اما هي مالها هي مالها هي لا هي اللي كانت السبب في اللاجئين العراقيين والسوريين ولا اي حاجة هي مالاش دعوة احنا من امتى بناخد ناس بمصائب ناس تانية ايوة نبوزوا بلدنا وهدوا الامم بتاعتنا وخلونا مهجرين ضم اسباب اخرى مش هما بس لا هو ضم اسباب اخرى انما انت توصل لمرحلة ان انت شايف طفلة قدامك المشاهد اللي هي رجع التاني بتاع الحرب بالعالمية التانية اللي الراجل بيسلم بنته وامراته في درجة حرارة تحت الصفر على الحدود وبعيده عن بعض انا مش خايف لا امامني المعسكر الاحمر ولا المعسكر الازرق ولا امامي انا دلوقتي انا انا خايف على انسانيتنا هي انسيتنا جرال هي جماحة ايوة خليهم يدوق لا مفيش حاجة كده خالص انت انسان انت جواك هما كانت مشاعرهم فيه ما عندهمش خلاص ما كانش عندهم يعني احنا ما نفتكرش مثلا ان وقت التمانية مليون لاجئ سوري اللي هما لغاية النهاردة تحت التالج يعني انت لو فتحت الباب على اللاجئين السوريين كده هتلاقيهم تحت التالج محدش طبعا استقبلهم على اي حدود ما تعملهمش اللي تعمل للاجئين الاوكرانيين ما تعملهمش وخيمات وبتاع وكده ما تعملهمش على الحدود ما تعملش دول طبعا عملوا حاجات تانية انما هو السؤال المهم انا انسانيا رأيي يعني احنا لما حصل اللاجئين اللي من العراق ولا من سوريا ولا من اي بلد في العالم العربي هل لقيتوا اوكرانيا منطفضة يعني؟ أبدا هل لقيتوا السوريين البين الدنيا؟ الروس البين الدنيا؟ أبدا ده بالعكس هم جزء من المشكلة مش جزء من الحل بس انا خايف على انسانييتكم انا خايف على مشاعركوا هل مشاعرك دي حقيقة وانت بتكتب؟ ايوه خليهم يدوقوا خليهم طب اذا كنت بترفض الاحتلال للدولة الفلسطينية فانت بترفض اي احتلال اذا كنت بترفض انه الفلسطينيين يبقوا لاجئين كل شوية موجودين في العالم وفي اماكن لغاية دلوقتي فيه ناس فيهم قاعدين في مخيمات يبقى انت برضه بترفض اي لاجئ اخر المبادئ لا تتجزأ انا عارف انه جوانا مرارة مرارة السنين احنا بنتكلم على من تمانية واربعين لاجئين هذه المنطقة من عام تمانية واربعين لاجئين طوابير بانواع مختلفة بس في النهاية انت انسانيتك دينك ثقافتك مشاعرك احساسك وزيان بقول لحضراتكم سواء كان الفيديو ده وقعد يقول لك ايه الفيديو ده كان ما انا موافق انا بتكلم عن رمزية اللي في الحكاية انا لسته لانه انا مش مثلا بشوف بقى سلاح يتم استخدامه فاحنا بنبص على القنبلة العنقودية اللي تم استخدامه وجايبين حد خبير لا انا بتكلم عن رمزية الطفلة دي تستحق منك كده لا تستحق احنا 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 شعوب بالطبطب احنا شعوب بتحضن احنا شعوب فيها رحمة احنا شعوب محترم يعني الانسانية جماعة ده ربنا خلقنا بيها انا بخاف بقى من ايه انا مش اعممني ده يعني هو الراجل يعني ناس في اوكرانيا مش فاضين ان هما يقروا التعليقات بتاعتنا او يسمعوا كلامي انما احنا بيننا وبين بعض ايه اللي بيجرى ما هو اللي جواه التوحش ده ينشره في المجتمع يبقى موجود في المجتمع كله ارجوكو بس اكرهوا اي حد شو قد ايه اكره اي حد كن مع من تقو ولكن ما تكرهش انسانيتك ما تكرهش الطفولة ما تحبش الظلم ما تحبش المأساة اللي انت بترفضه في مأساتك مش لازم توافق عليه في مأساتك وإلا وافق على كل المأسى بقى خلاص ده دي مأساة تفضل موجودة ومحدش له دعوة وهذه مأساة تفضل موجودة ومحدش له دعوة لا معلش انا بس بحاول اننا انما مع مين وانا شايف مين اعظم وانا شايف المؤامرة الامبريالية وانا شايف الجهود الرسمالية واحنا بنكره الامريكان والغرب لاسباب تاريخية واحنا بنحب الروس لاسباب استراتيجية كل ده انا تحت امرك شو بعد ايه تحت امرك ذوقه زي ما انت عايز انما في النهاية وبعدين الغريب في الامر انه نفس الشخص اللي تلاقيه كاتب هو يوم كده ويوم كده يعني هو يوم يجي يقول ايه ايوة خليهم وبعدين يوم تاني يجي يقول ايه الفضاء والطفل طب انت قاني واحد فيه انت بتيجي عليك يوم انت بش قادر تشوف المشهد انت بش وبعدين يبتدي حد بقى دلوقتي حيكتب لي بالنص وهو انت يا عمر ما كنت الشيء لقى شفت وتكلمت وقلت ما هو الجملة اللي عاملة ايه امال كنت فين طب وانت نفسك كنت فين احنا ليه عادين في ده احنا ليه بنفاصل في الانسانية بنفاصل في الرحمة بنفاصل في كنا بنقدمين دي حاجة لا يتم الفصال فيها وانتوا كنتوا فين هو ربنا يوم ما يجي حاسبنا نهاردة وانت بتكتب تقول ايوه يموت ايوه ده حساب ده حسابه ايه ده عند ربنا حتى وهو يا اخي ربنا هو اللي بيحاسب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة